ام الشهيد اللي احنا شفنا ام الشهيد ده ابنها الوحيد ده ابنها الوحيد اخترقت الصفوف عشان تقبل ابنها جسة ابنها جسم ابنها الطاهر الناقي اهي ادي دي ام مصرية بسيطة اتحرق قلبها على ابنها اتحرق قلبها بهذا الشكل بتقول عدت عشر سنين احلم بيه انه ييجي وبعدين ربنا كرمها ما خادش بتخلف بعد عشر سنين ودخل الكلية الحربية وبقى ظابط وخايف على امه قال لها انا في الاسماعيلية انا ما بخدمش في سينة خبى عليها زي ما بتقول عشان ما تقلقش عليه عشان ما تخافش عليه اللي عنده بر بامه وخايف على امه لا تزعل او تخاف او تقلق بالتأكيد كريم مع امه كريم مع امه الكبيرة مع مصر لم يبخل على مصر بروحه ابن من ابنائنا بطل من ابطالنا الجنازات اللي قدامي والصور اللي قدامي صورة الشهيد وما بيفتحه هذا الناعش عشان يطلعوه تخيلوا معايا احساس الست اللي قدامنا دي تخيلوا معايا احساس الام اللي قدامنا دي تخيلوا معايا فقدت كل شيء لم يعد لها شيء لا يمكن انك تقدر تعوضها لو ادت لها مل السماء والارض دهب لو ادت لها كل كنوز الارض لن تعوضها نظرة او لحظة من لحظات ابنها اللي موجود في صندوق قدامنا بهذا الشكل هذه اللقطة ربما الدراما والخيال بتاع المخرجين والفنانين لا تصل الى هذه اللقطة هذه الام بص ركز شايف الست شايف الانهيار شايف شايف هذه الصدمة شايف البلاء المبين بلاء مبين من تسبب في هذا البلاء من تسبب في هذه الكارثة من حرق قلب الام المصرية على وحيدها من حرق قلب هذه المرأة هذه المرأة المكلومة على وحيدها من الذي تسبب في ذلك بفتوى كافرة بفتوى فاجرة بتمويل مسموم بتعاطف مسموم بتنفيذ مسموم الا لعنة الله على الظالمين الا لعنة الله على الظالمين هذه الام وكل ام شهيد هذه الغضبة هذا الحزن هذا الالم هذا المشهد الجنائزي الحزين الذي يتكلم ببلاغه هذا المشهد جنائزي لم يمكن لا يمكن لا احد ان هو يتخيله لا يمكن لا احد ان هو يستطيع ان يعبر عما في صدر هذه المرأة المصرية الام اللي فقدت وحدها الان لا يمكن لنا ان ننجح في وصف ما تشعر به هذه المرأة الان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة